ينضم إلينا من بنغازي مراسل الغد عبدالعزيز الفخري عبدالعزيز يعني محددات ملتقى الحوار السياسي ما هي منطلقات هذا الحوار؟ نعم سينار قبل قليل انطلقت هذه الجلسة جلسة الفيديو لأعضاء ملتقى الحوار السياسي بدأت إذن هذه المباحثات بكلمة من مبعوث الامتحدة لدى ليبيا يان كوبش والذي تحدث في مستهل كلماته عن تطلعه وكذلك ثقته على حد قول يان كوبش من أعضاء ملتقى الحوار السياسي أن يتمكن من الوصول إلى توافق حول القاعدة الدستورية أيضا من اللافت أن يان كوبش شدد أيضا ومرة أخرى سينار على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية عندما أردف بذلك وربما هنا يعكس بشكل مباشر رغبة أغلبية أعضاء ملتقى الحوار السياسي على ضرورة أن يكون في أواخر هذا العام انتخابات برلمانية بالتوازي مع الانتخابات الرئاسية على أن تكون في الرابع والعشرين من ديسمبر إذن الآن نتحدث سينار على انطلاق هذه الجولة الغاية في الأهمية ربما سوف تحسم على مدار يومين اليوم وكذلك الغد الجدل حول القاعدة الدستورية والتي عقدت من أجلها عدة جلسات للحوار تحديدا فيما يخص جزئية اللجنة القانونية والدستورية المكون والمبثقة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي القاعدة الدستورية وهي التي سوف يتشكل بمجابها الأطر الأساسية المنظمة لعمل الانتخابات القادمة هذا الأمر أكد عليه بشكل متكرر رئيس الفوضي العلي الانتخابات عماد السائح في عدة لقاءات سابقة وكذلك مع لقاءاته سواء برئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى الدولة وحتى بالمبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوميش على ضرورة أن تتسلم فوضي العلي الانتخابات القاعدة الدستورية ربما بمطلع شهر يوليو القادم يتحدث ربما عن شهر فقط الآن ربما الوقت بدأ ينفذ بالفعل تحتاج المفوضية العليا للانتخابات كما للدعم والتمويل المالي الذي طلبت به من حكومة الوحدة الوطنية أيضا القاعدة الدستورية حتى تتجهز المفوضية العليا للانتخابات لتنظيم الانتخابات في أواخر هذا العام لا يزال حتى هذه اللحظة هناك نقاط للخلاف بعض الأطياف السياسية الممثلين الآن بأعضاء ملتقى الحوار السياسي سينار يتحدثون على القاعدة الدستورية أو ما يعرف بمسودة القاعدة الدستورية التي نتجت عن الهيئة التأسيسية للصياغة مشروع الدستور في وقت سابق تحديدا أحزاب الإسلام السياسي تطالب ضرورة أن يكون هناك استفتاء عام قبل الشعب مباشرة على مشروع مسودة الدستور بينما يتحدث غالبية أعضاء ملتقى الحوار السياسي ربما أكثر من أربعين عضو على ضرورة أن تؤجل مسألة الاستفتاء على القاعدة الدستورية إلى ما بعد المرحلة القادمة بشكل مباشر من الشعب وكذلك لا تزال هناك إحدى النقاط الخلافية التي ربما الآن يجري الحديث والتباحث حولها خلال الساعات القادمة وربما حتى يوم الغد سينار فيما يخص مسألة الأجال الزمنية فيما يخص جزئية تحديدا الفترة الرئاسية أو كيفية أيضا الفصل بين السلطات سواء كان الجسم التشريعي وكذلك الرئاسة إذا ما كانت سوف ليبيا سوف تأخذ شكل الدولة البرلمانية أو الرئاسية أو النصف الرئاسية كل هذه الأمور سوف تعرض الآن بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي للحديث وكذلك بدعم مباشر الآن كما نلاحظ من يان كوبش مبعوتنا المتحدة لدى ليبيا ترقب هذه الساعات ما الذي سوف يخرج به أعضاء ملتقى الحوار السياسي وهل سوف نشهد ربما استفتاءا على مشروع الدستور كما طالبت بعض الجماعات أم أن هذا الأمر أيضا أو بعض الأحزاب أو الضياف السياسية في ليبيا أم أن هذا الأمر سوف يؤجل إلى ما بعد الانتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر أو أخذ العام إذن من بنغازي مراسل الغد عبدالعزيز الفاخري شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة